هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى تتمة للمسائل السابقة التي بدأ فيها بنفقة الزوجية أو بالنفقة التي سببها الزوجية ثم عقد هذا الفصل لبيان أحكام نفقة الأقارب وأتبعها بعد ذلك بنفقة المملك وهذا كما ذكرنا هذه قسمة حاصرة لأسباب التي تجيبها النفقة وهي أما الزوجية وإما القرابة وإما الملك والملك شامل للعبيد والبهائم الأصل في نفقة الأقارب قول الله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك وهذا من حيث العموم ومن حيث الخصوص سيأتي إن شاء الله كل بحسبه والمقصود بالأقارب هنا هم الذين يرثون بفرض أو تعصيب فخرج بذلك من ذو الأرحام لضعف قرابتهم وهذا هو المشهور من المذهب وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة قال رحمه الله وتجب عليه وتجب عليه أي على الإنسان المكلف بمعروف لكل من أبوه وإن علوه وولده وإن سفل ولو حجبه معسر أما النفقة على الوالدين فلأنها داخلتهم في عموم قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا ولا شك أن الإنفاق عليهم عند الحاجة من أعظم صور الإحسان ولعموم قول الله تبارك وتعالى كما سبق قبل قليل وعلى الوالث مثل ذلك وأما نفقة الأولاد فهذه وجوبها أظهر من أن يستدل له لأولا أن هؤلاء من نسله عفوا هؤلاء من نسله الوالدان هم الذين من كسب الإنسان الأولاد من كسب الوالدين لكن هنا هؤلاء من نسله فوجبت عليه النفقة من جهة أبوته لهم وولادته لهم والله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كامل من أردين يتم رضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذا كان هذا نعم كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسه لهم سعها لا تضار والدهم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وأيضا لحديث هند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف أيضا والمعروف رحمه الله قال ولو حجبه معسر كأنه لو وجد مثلا أب ثم جد نعم وكان بينهما وكان هذا الأب غني والجد معسرا جيد جد أحفهم موسر وأب معسر فهذا لا يمنع من وجوب ماذا؟ من وجوب النفقة لأن سببها الأبوة فنحن لسنا في مقام هنا توزيع موارث واضح فالنفقة سببها الآن هنا الأبوة ولذلك قال لوالديه فهذا هو الوصف المؤثر في الحكم عندنا والنفقة في هذا وذاك مردها إلى العرف إلى العرف فنفقة الغني على قدره ونفقة المتوسط على قدره ونفقة الفقير أيضا على قدره ثم قال رحمه الله ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم ولكل من يرثه يعني وتجب النفقة أو تلزمه النفقة أيضا إذا كان هذا الشخص ممن يرثه بفرض أو تعصيب ممن يرث بالفرض مثلا من قضينا من الأب والابن الحواش في أحوال مر عليكم هذا في الفرائض والتعصيب هو الكثير هو الكثير قد يكون الأخ اللي عند سواء كان شقيق أو لأب إذا لم يحجب بشقيق وغيرها من الأحوال التي تعرفونها ومرة عليكم في الفرائض لعموم الآية الكريمة وعلى الوارث مثله وعلى الوارث مثل ذلك قال سوى عمودي نسى به سوى عمودي نسى به يعني هؤلاء تقدم الكلام فيهم وهم إيش عمودي النسى من هم الأباء والأبناء الأباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا قال مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب إذا كانت فاضلة عن قوة نفسه إلى آخر هو الآن يريد أن يبين الشروط التي تجب بها النفقة في هذه الحال واضح يعني ليس كل من كان لك به قرابة يجب عليك أن تنفق عليه لا هذا مقيد بشروط من أين أخذت الشروط من عمومات الأدلة وبعضها قد يكون خاصة أيضا المؤلف ذكر شرطين وسنوضيف شرطا ثالثا دلت عليه النصوص أيضا الشرط الأول أن يكون المنفق عليه فقيرا محتاجا أما أب غني وابن غني انتهى الموضوع يعني واحد مثلا له أب على قيد الحياة وله ابن على قيد الحياة الأب غني والابن أيضا اكتسب خلاص صار له وظيفة عنده التجارة إلى آخره أتاه تتهيبها الموضوع فهنا أنا لو كان الوالد موجود والابن موجود اغتنوا لا يجب أن ينفق عليهم واضح إذن المنفق عليه يجب أن يكون محتاجا فقيرا لأن النفق كما تعلمون على سبيل المواساة وسد الحاجة وارتفعت هنا الشرط الثاني أن يكون المنفق في المثال الذي ذكرته قبل قليل عندي أب وعندي ابن أو حتى أخ أن يكون عندي مال فاضل عن حاجتي الأساسية واضح عن حاجتي الأساسية أنا وحاجة من يجب علي نفقتهم ممن تقدم عليهم وهما وهي الزوجة لو كان عندي زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع فنفقتهم مقدمة على نفقة من الوالد والابن لأن سببها الزوجية والاستمتاع فهي أقوى فهي ماذا أقوى وقد تقدم الكلام في ذلك والمقصود هنا بالفاضل في كلام الفقهاء هو ما فضل عليه مدة ماذا ها هم يقدرون الفضل بيش باليوم ولا بالشهر ولا بيش ايه ايه الفاضل في اليوم الفاضل في اليوم وانتبهوا يا إخوة هذا يعني قد يصعب تفصيله الآن لكن ترى الغني في أبواب النفقات غير الغني في أبواب الزكاة واضح يعني هذا له وصف هذا هو وصف الغني في باب الزكاة هو من عنده نفقة عام نفقة عام بينما الغني هنا في هذا الباب أو الذي تجيب عليه نفقه ومن فضل عليه كما قال المؤلف هنا نفقة نفسه فضل على نفقته نفسه وامرأته ورقيقه يومه وليلته ما يقول الله لا لازم يسير عندي رصيد نفقة سنة كاملة لا هذا في اعتبار الفقير والغني في أبواب الزكاة في أبواب الزكاة طيب وكذلك أيضا الكسوة والسكان وغير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بمن تعول ابدأ بمن تعول يبدأ بنفسه ثم يبدأ بمن بما يجبت علينا نفقته بسبب أقوى من سبب الولادة أو البنوة سبب الأبوة أو البنوة والشرط الثالث اتحاد ماذا الدين والحرية وهذا الشرط لم يذكره المؤلف ولكن أشار له الشارع عندكم وهو أن يتفق في الدين والحرية فلو كان مثلا القريب هذا إذا استثنينا الوالدين والأبناء إذا كان القريب كافرا فلزمني أن أنفق عليه كذلك لو كان مثلا عبدا فإنه لا يجب الإنفاق عليه لأن نفقت العبد على من على سيده طيب إن قلت القريب القريب إذا كان كافرا فلا ولا يتبينهما من سيو الوالد والابن ليس له عليه ولاية لكن الشرط أثبت الحقوق بين الآباء والأمهات وكذلك هناك حقوق أخرى تتعلق بالصلاة بالتعامل لكن عمر النفقة خارج عن هذه الصورة أو عن هذه الحال قال المؤلف رحمه الله قبل قليل لا برحم لا برحم وهذا هو المذهب والقول الثاني أن النفقة لذو الأرحام تجب مطلقا ولو لم يلثوا لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فإن ذو الأرحام صحيح أنهم يعني صرتهم أضعف لكنهم قد يلثون في حال من الأحوال وهذا اختيار الشيخ والسلام ابن تيمين رحمه الله رحمه الله تعالى قال رحمه الله هنا لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة يعني هذه أيضا من الأشياء التي يجب اعتبارها في الأمور الفاضلة في الأمور الفاضلة يعني الإنسان آلة صنعته مثلا حراتة أو آلة صنعته دريل مثلا يشتغر رجال كذا أو آلة صنعته أدوات سباكة فلا يؤمر ببيعها حتى ينفق لابد أن تحتسب هذه من الأمور الأساسية التي يراعى فيها تقدير الفاضل المؤلف يريد أن يشير هنا إلى الأحوال التي تسقط فيها إلى الأحوال التي تسقط فيها نفقة الأقارب ومتى لا تسقط يعني مرمعنا أن نفقة الزوجية لا تسقط أبدا بالتقادم واضح لكن لماذا لأنها مبنية على الاستمتاع ومعاوضة لكن نفقة الأقارب المقصود منها هو إبقاء الحياة فلا تستدرك أو يعني يطلب بتعويضها إلا في ثلاث أحوال سيشير مؤلف رحمه الله تعالى لكنه قرر أصلا وهو أن نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمن بمضي الزمن صورة المسألة واحد والله عنده مثلا أخ محتاج للنفقة وترك النفقة عليه عام 1435 ستة ثلاثين سبع ثلاثين ثماث ثلاثين تسعة ثلاثين تسعة ثلاثين يعني الأخ هذا المحتاج انقطعت عنه بعض الوسائل التي كان أو كان يتسبب منه ثم أصيب بأعاقه أو شيء من هذا القبيل أو أنه استدان ونحو ذلك ثم ذهب إلى القاضي يشكو أخاه الغني الموسر فهنا المؤلف يقول لا يحق لهذا الأخ المحتاج أن الموسر نعم لا يحق له أن يقاضيها إلا الآن بدأ يستثني بدأ يستثني ما لم يفرضها حاكم هذه واحدة أو تستدن بإذنه أو امتنع من وجبت عليه رجع منفق عليه بنية الرجوع إذن هذه ثلاث صور الصورة الأولى التي يحق للموسر من الأقارب أن يطالب الموسر بالنفقة أن يفرضها الحاكم على المنفق ثم لا ينفذ يعني في الصورة السابقة لو فرضنا أنه عام 35 تقاض المعسر مع الموسر وأنت القاضي فقال القاضي يجب عليك ولنفترض أن هذا أحمد وهذا خالد أحمد هو الغني وخالد هو الفقير فقال القاضي يجب عليك يا أحمد أن تنفق على أخيك شهريا 500 ريال 1000 ريال عسب هنا في هذه الحال لو أن أحمد فرط يحق لخالد أن يقاضي الجواب نعم لماذا؟ لأن القاضي فرضها فيعتبر ترك أحمد لها تنصلا مما واجب عليه الصورة الثانية قال أو تستدم بإذنه يعني أن يستدين أحمد الأخالد في الصورة الماضية بإذن من القاضي بإذن من القاضي بحيث يقول القاضي شوف يا خالد يجب على أخوك أحمد أن ينفق وإن لم ينفق فلك أن تستدين أيوة تستدين فإذا جاء الدين أو حل واجب على أحمد أن يسدد واجب على أحمد أن يسدد بشرط أن يكون بإذن من القاضي والفقه يربطون هذا حتى لا يحصل هناك لا إفراط ولا تفريط ما يستدين خالد ويبدأ يتوسع وبدل ما يعيشه تناسب حاله ويبدأ يتوسع ويستدين بدل ما يكون حاجده مثلا في الشهر ألف ريال يبدأ يستدين ثلاثة ألاف ريال من أجل أن يشتري جوال معين مثلا أو يلبس لبس معين لا يليق بمستواها المعيشي ثم يحمل أخاه أي التكاليف لا ضبط هذا بالقاضي حتى تكون المسألة أقرب إلى العدل الصورة الثالثة أن يمتنع من وجبة عليه النفقة وهو أحمد في الصورة السابقة فينفق عليه على خالد شخص آخر اسمه صالح ولكن بنية الرجوع على أحمد واضح الصورة يا شباب الآن أحمد وخالد أخوان عرف صالح وهو من الجماعة أو من الجيران إن أحمد ما ينفق فقرر أن ينفق على خالد لكن بنية الرجوع على أحمد فهنا يجب عليه أولا تسقط لا تسقط النفقة في هذه الحال هذه الصورة الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى يقول النفقة كل على قدر إرثه يعني مثلا لنفترض الآن عندنا أخ زين وطبعا خلونا من الأب الأب إذا انفرد هذا ضابط في باب النفقة أنه إذا وجد الأب انفرد بنفقة ابنه بسببه يشأل أبوه لكن لنفترض الآن عندنا أحمد وصالح في الأخوين في المثالي السابقين أحمد هذا الموسر له إيش إخوة آخرون زيد وعمر ثلاثة وخالد هذا هو المعسر وهم الورثة الوحيدون لخالد لو مات جيد ونفقت هذا الرجل شهريا تسعمائة ريال خلاص كم يجب على كل واحد منهم ثلاثمائة ريال بالثلث تمام طيب لو كان خالد هذا له أخ وأخت يجب على نفقة تسعمائة كم يجب على أحمد ستمائة ذكر مثل حظ ولتكن مثلا زينب هي أخته عليها ثلاثمائة ريال بالشروط السابقة الماضية وهي القدرة وإلى آخر اكتمال الشروط واضح هذا مقصوده وهي على كل بقدر إرثه وهي على كل بقدر إرثه قال وإن كان أب انفرد بها لقول الله تعالى وعلى المولود له إزقهن وكسوتهن بالمعروف أن الرقيق مملوك ما يباع ويشترع ولذلك لا تؤثر فيه مسألة ماذا الإباق والنشوز والعسيان والتمرد لأن المقصود من النفقة بقاء الحياة وانتبهت يا شباب ليست كالزوجة التي لو نشزت أو هرب أو ذهبت وتركت البيت نقول خلاص أنت أسقطت موجب النفقة هنا لا النفقة على المماليك والغرض منها إبقاء الحياة فلا يؤثر فيها قد تقول طيب ويتمرد وكذا يؤدب أنا ما نقول أنه يكرم ويعزز هذا لا المقصود أن النفقة المقصود على المماليك استبقاء الأنفس المعصومة هذه فهذا السبب عدم سقوطها في مثل هذه الأحوال والدليل قوله تبارك قول الله تبارك قول النبي عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه وكسوته فهذا تمليك من النبي عليه الصلاة والسلام له وكذلك هذا من حدي أبي الدر رضي الله عنه في الصحيح المشهور إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فإذا أطعمتم إذا كلفتموهم فلا تكلفوهم ما يغلبهم وإن كلفتموهم فأعينوهم وإن كلفتموهم ما يغلبوهم فأعينوهم وليطعموا ما يأكل وليلبس مما يلبس أو اللي يلبسه مما يلبس ثم قال ولا يكلفه مشقا كثيرا ولا يكلفه مشقا كثيرا للدليل السابق ولا تكلفوهم ما لا يطيقهم فإن كلفتموهم فأعينوهم لأنه بشر له طاقة معينة حتى الحيوان كما سيأتي فيجوز أيضا تكلفه ما لا يطيق قال ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض لأن الأصل أن هذا العبد وقته كله لمن لسيده ولكن يتعامل معه بما بالمعروف ولا يكلفه ما لا يطيق ومن ذلك أن يعطيها أوقات أن يرتاح بها ينام فيها النوم المعتاد ما يكون الرجال يقول والله أنا ما يكفي لعشر ساعات هذا نوم ثلث عمره يروح كل نوم جيد لا يعطيها النوم المعتاد ولا يقول والله لا يكفيك أربع ساعات لا الوسط مثلا إذا عرف أن الإنسان عادة وطبعا الشاب غير الكبير في السن إذا كان معتاد من ثمان إلى ست ساعات فيعطى ذلك فيعطى ذلك قال وصلاة فرض لأن هذا حق الله عز وجل ومفهومه أنه له أن يمنعه من النفل له أن يمنعه من النفل لأن هذا الوقت له لكن والسبب أن حق السيد هنا مقدم على النفل حق السيد واجب والنفل غير واجب لكن لما تعارض حق السيد أو لو تعارض حق السيد وهو العمل مع الفرض وقدم الفرض وقدم الفرض واضح طيب ما قال المؤلف وحج فرض ما رأيكم ها وسامة لأن الحج من يستطيع عليك أي والحج أصلا لا يجب على من لا يجب على العبد واضح لا يجب على العبد فإن أذن خلص سقط حقه في فترة ذهب العبد قال رحمه الله وعليه يعني ويجب عليه علف بهائمه وسقيها يعني تقديم العلف والماء وغير ذلك ثم قال وإن عجز نعم ما الدليل على ذلك حديث المرأة التي حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل مخشاش الأرض موجه الدلالة أنها دخلت النار بسبب ذلك فهذا دليل على أنه من الكبائر أيضا لاحظوا يا أخوان يعني ويمكن أن يلغز بلغز فيقال فعل يفعله الإنسان مع الحيوان وهو من الكبائر أن تقول هذا أن تمنع من السسقي وأن تمنع من الطعام بغير حق ومنه واسمها لغير مصلحة شرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى من فعل هذا كما سيأتي وغير ذلك من الحكام يقول وإن عجز يعني عن نفقتها أجبر على البيع وهذا يقع لبعض الناس الحين الذين عندهم غنام أو غير ذلك وعددها كبير جدا وتجذب الأرض وليس عنده سوي ليشتري بها فهنا إما أن يتركها حتى تموت وهذا لا يجوز وإما أن يبيعها وهذا هو الواجب حتى لا تتضرر قد يقول أنا أقدر على نفقة بعضها ولا أقدر على نفقة البعض فأنا أقول يجب عليك أن تبيع ما لا تقدر على على نفقته ثم قال أو إجارة يعني يؤجرها المهم أن لا تبقى عندك بحيث تضرر ببقائها قال أو ذبح ما أقول يعني بعضها قد يذبح لكن إذا كان عند الإنسان ألف راس من الغنم يذبحها كل أول وديها واضح فإن من يبيعها أو يذبحها ويتفق مثلا بطريقة معينة تضمن له أن لا يتضرر وأن لا تتضرر ماذا؟ البهيمة قال أوحروا ما تحملوها مشقا كيف تحملوا مشقا مثل يكون عنده حمار أو ناقة ويحملها أكثر مما مما تحتمل هذا لا يجوز وقد جاء رجل كما في سنة بداود بسند الله بأس به جاء نعم دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطة أحد الأنصار فتقدمت إليه ناقة ودموعها تنزل فقال وشكت إليه أن صاحبها يحملها ما لا تضيق شوف حتى البهائم تأتي النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين الإنس الجن حتى البهائم عليه الصلاة والسلام فقال ألا تتق الله فوبخه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يحمل هذه الناقة ما لا تضيق ألا تتق الله ألا كذا ألا كذا وهذه رحمة عليه الصلاة والسلام بالحيوان قال ولعنها يعني لا يجوز لعنها لحديث أبي حميد الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق جملا له فتلدن عليه بعض التلدن تلكأ شوي فقال له شأ لعنك الله شأ لعنك الله فقال نبي عليه الصلاة والسلام أترك لا تصحبنا دابة ملعونة لا تصحبنا دابة ملعونة قال الراوي فلقد رأيتها تسير ولا يتعرض لها أحد حتى لعنها حتى لعنها له جوز ثم قال وحلبها ما يضر بولدها لا ضرر ولا ذرار وضرب وجه ووسم فيه يعني في الوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو عن الوسم في في الوجه أما ولعنه عليه الصلاة والسلام لمن فعل ذلك كما في الصحيح أما كويه أو وسمه في الجاعرة مثلا في مؤخرة الدابة فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في إبل الصدقة وهذه مصلحة حتى لا لو ضاعت أو شيء يعرف أن هذا الوسم إيش وسم إبل الصدقة لو سرقت أو ضاعت وما زال العرب على هذا الفعل إلى يومنا هذا تجد أنهم يسيمون بعض الحيوانات في مواضع معينة حتى لو سرقت أو ذهبت عرفت بوسمها ترجمة نانسي قنقر